سلام اللهم اجعلنا من الذين تحيتهم سلام السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله أجمعين سعدني وانسرني أن أكون مع أخوة كرام عبر الفضاء لحوالي أربعين دقيقة وذلك التلبية لدعوة أخ عزيز من البيت الحمصي أشكره وأشكر إدارة البيت لإتاحتهم لفرصة هذا اللقاء وإن يسر الله وفتح لي فسيكون لهذه المحاضرة ما بعدا لنتحدث مزيدا عن حمص عن بلدنا الذي نحب ما أجمل الحديث ما كان عنها وعن رجالاتها اليوم سأستعرض معكم جزءاً من سيرة واحد من أشهر رجالها حتى أن المدينة باتت تنسب إليه وتسمى بإسمه إنه كما عرفتم خالد بن الوليد وهنا في هذه الأمسية لن أتعرض لبطولات خالد ولا لمعاركه ولا لانتصاراته بل سيقتصر حديثي عن مجريات حياته في حمص مع تمهيد يسبق ذلك وأحب أن أنوه أنه يمكن للإخوة ممن يشاهدنا أن يكتبوا أي سؤال يرونه مناسباً وسأقوم بالإجابة عن كل الأسئلة في نهاية هذا اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين كان خالد بن الوليد قبل إسلامه واحداً من وجهاء قريش أسلمت إليه أمر القبة والأعنة والقبة هي خيمة مقببة كانت تضرب وقت الحرب يجتمع فيها الأمراء لتداول الرأي أما الأعنة فهي أعنة الخيل وخالد على الدوام قائد فرسان قريش وعندما جاء خالد مهاجراً مسلماً كان من الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رمتكم قريش بأفلاذ كبدها ولم يزل النبي عليه الصلاة والسلام من حين أسلم خالد بن الوليد يوليه قيادة الفرسان المسلمين وقد محى خالد بإنقاذه جيش المسلمين من الإبادة في معركة مؤتة ما قد سلف منه في غزوة أحد حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق عليه في هذه الغزوة لقب سيف الله وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بارئه ارتدت معظم قبائل العرب عن الإسلام وصمد الخليفة أبو بكر وكان خالد أمضى صيوف الإسلام بيد أبي بكر حيث قضى بزمن قياسي على أكبر تجمعات المرتدين ولم يلتفت خالد نحو المدينة بل توجه مباشرة بأمر من أبي بكر نحو العراق ليبدأ مرحلة التحرير بعد أن أنهى مرحلة توحيد الجزيرة وليصل خالد هناك إلى عالم خيالي من البطولة حيث اعتقد المقاتلون المسلمون أنه قائد لا يهزم فاندفعوا يقاتلون وهو أمامهم فحققوا انتصارات على دولة الفرس كانت تبدو كالأساطير وعندما اضطرب أمر جيوش الشام تجاه الحشود الهائلة للروم أنقذ الخليفة أبو بكر الموقف بتوجيه خالد إليها الذي قطع مفازة صحراء مفازة قل ما تطرق ووصل بسرعة فائقة ليلم شمل الفرق العربية في الشام ويحبط بذلك خطة الروم التي كانت تقضي ضرب العرب متفرقين قوة إثراء أخرى وعندما قلب خالد الوضع لصالحه اضطر الروم إلى التجمع في اليرموك وبينما كان خالد بن الوليد يحكم خطة المواجهة التي ستصنع واحدا من أعظم انتصارات العرب وينظم كراديسه أمام تفوق الروم في اليرموك توفي الخليفة أبي بكر وكان آخر ما أوصى به الصديق أنه عهد بالخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب خالد وعمر لا يوجد بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان يتشابهان كتشابه عمر وخالد في قوة شخصيتهما وجلدهما واجتهادهما في نشر دين الله والتشابه الأكبر بينهما كان في الشكل والهيئة حيث تروى عدة قصص حول رجال أخطأوا في التمييز بينهما ولهذا السبب كان بينهما تنافر المتشابهات كان أول أمر أصدره الخليفة الجديد عمر هو عزل خالد بن الوليد عن كافة أشكال القيادة في جيوش الشام في الواقع كان هذا الأمر مخاطرة كبيرة من عمر فعزل خالد قد يشق صفوف الجند في وقت عصيب حيث تنتظرهم معارك غير مأمونة العواقب وحشود الروم تفوق العرب بأضعاف كما يمكن أن يؤدي قرار العزل هذا إلى زعزعة السقة بالقائد الجديد لتعلق الجنود الشديد بخالد إن كل ذلك جال بذهن عمر بن الخطاب بلا شك لكن تنفيذ الأوامر التي كان يرى فيها صلاح المسلمين هو الأهم عنده إن هذا القرار السريع والخطير من الخليفة الفاروق يرى بعضهم أن سببه عداوة قديمة بين الرجلين تعود لأيام كان فيها غلامين فخالد ابن خال عمر ولم يزل عمر عليه صاخطاً ولأمره كارهاً في زمان أبي بكر كله وخاصةً بعد حادثة مالك بن نويرة لكن من يدقق في شخصية عمر بن الخطاب يلاحظ أنه أبعد الناس عن الأحقاد والضغائن فهو من لا تأخذه في الله لما تلائم وقد تكون ملاحظاته على خالد في حروب الرد من الدوافع لكن فعلاً كان اعتقاد الجنود بأن خالد قائد لا يهزم قد بلغ حد الافتتان به وهذا أكثر ما خشي منه عمر فقد يودي بالجيش إلى التواكل فتكون المصيبة فعمر يعتقد أن الله نصر دينه وليس خالد النصر خالد وأبو عبيدة تضمن أمر العزل الذي أصدره عمر تولية الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح القيادة العامة لجيوش الشام فأولويات عمر كلها وفق السابق إلى الإسلام كان أبو عبيدة من أوائل السابقين إلى الإسلام وواحدا من أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي فقد أسنانه الأمامية عندما كان ينزع بها حلقة الدرع التي انغرست في جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والرسول هو من لقبه أمين الأمة وبشره بالجنة كان لأبي عبيدة ذات الرأي الذي كان لأبي بكر في خالد بن الوليد إضافة إلى محبة خاصة له نتجت عن احتكاكه به ومعرفته بمواهبه القيادية التي لمسها وعينها إضافة لتقدير أبي عبيدة جو المعركة وأثر هذا القرار على الجند كل ذلك دفع أبي عبيدة لإخفاء كتاب العزل حوالي ثلاثة أسابيع ريثما أتم خالد انتصاره في اليرموك ولم يظهر الكتاب حتى أرسل عمر رسولا آخر هل أخطأ أبو عبيدة بإخفاء الكتاب هل خرج عن الطاعة أبدا لقد تجاوز الخليفة عمر فعل أبي عبيدة عندما عطل حدا من حدود الله فلم يقم حد القطع على سارق الطعام في عام الرمادة عندما جاعت الناس إنه درء الحدود بالشبهات أما موقف خالد من أبي عبيدة فقد كان خالد من أشد الناس حبا لأبي عبيدة فهو الرجل الوحيد الذي قبل خالد أن يقاتل تحت إمرته ولم يترك عزله عن القيادة يؤثر به بل اندفع يقاتل معه كما ينبغي المساءلة بعد فتح حمص بعث أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين في ذلك الوقت لم تكن حلب كانت قنسرين الواقع إلى قربها فحقق خالد انتصارا عظيما على الروم هناك وقتل قائدهم الشهير ميناس وأقام خالد في قنسرين قائدا للجبهة ومنظما للفتح وفق أوامر أبي عبيدة الذي كان يقيم في حمص ومن خلال تنفيذ مهمته الأساسية في ملاحقة الروم دخل خالد وراءهم الدرب عام 16 للهجرة غازيا قلب بلادهم وكانت هذه أول مدربة في الإسلام الدرب هو ممر بيلان وفي الحقيقة هناك أكثر من درب بعدة دروب متتالية وكلمة وكلمة أدرب يعني سلك الدرب أي عبر من الشام إلى الأنظون ويقال أن خالد استولى في تلك المدربة على مرعش مرعش كانت من مدن الثغور بين عنتاب وأضنى الآن فضجت الشام والعراق بانتصار خالد ولما عاد إلى قنسرين وبلغ الناس ما أصاب من الفتح انتجعه الشعراء وكان الأشعث بن قيس أمير كند وفيما بعد أهم رجال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان الأشعث ممن قصد خالد بقنسرين ومدحه فأجازه خالد بعشرة آلاف درهم كان الخليفة عمر بن الخطاب يتدخل بأدق تفاصيل الإدارة والجيش حتى أنه كان يحدد لكل معركة أهدافها ويراقب تصرفات القادة والجنود والتزامهم بتنفيذ الأوامر فلما بلغه إجازة خالد للأشعث لم يعد يحتمل أمره فكتب إلى أبي عبيدة للتحقيق معه ومساءلته عن مصدر المال ثم أضاف وعزله على كل حال لماذا استهول عمر العشرة آلاف واستهان بها خالد نحن هنا بين مفهومين للقيمة مفهوم الحجاز الذي لم يزل يعتنق مفهوم البساطة والتقشف ومفهوم البلاد المفتوحة حيث الغنى والوفرة والأموال الطائلة وصل كتاب عمر فاستدعى أبو عبيدة خالدا إليه في حمس واجتمع الناس في مسجد المدينة مسجد المدينة هو الجامع الكبير صحيح لكنه لم يكن كبيرا وقدها كان ربع هذا المسجد بالتحديد فقط ربع هذا المسجد فوفق اتفاقية الصلح مع أهل حمص التي أجراها الصمت بن الأسود اتفق معهم على مبلغ من المال فقط دون أن يكون له حق في أي شيء في المدينة عندما وصل أبو عبيدة أبو عبيدة كان على حصار بعلباك عندما وصل هو وخالد أجرا صلح الصمت وفق عليه لكنه استثنى منه ربع كنيسة يوحن كانت سابقا اسمها كنيسة هيلاني على اسم أم الامبراطور قسطنطين التي جاءت وحولت المعبد الوثني في حمص معبد الشمس إلى كنيسة فكان اسمه هيلاني وعندما عسر على رأس اعتقد أنه رأس النبي يحيى أو يوحن ووضع بها قبل أن ينقل إلى دمشق سميت كنيسة يوحن فأبو عبيدة استثنى ربع الكنيسة وكانت كتدرائية كبيرة وجعلها جامعا للمسلمين في الحقيقة المسجد والكنيسة هدم عدة مرات ودمر عدة مرات في زمن الدولة الحمدانية أيام سعد الدولة ابن سيف الدولة وابن سعد الدولة أبو الفضائل في المرة في المرة الأولى هاجمت دمستق والي انطاكي البيزنطي حمص وحاصرها ودخلها ودمرها دمر كل شيء فيها في المرة الثانية جاء باسيليوس الامبراطور البيزنطي وحاصر حمص ودمرها وهرب أهل حمص إلى الكنيسة واعتقدوا أن هذا الامبراطور المسيحي سوف يحترم الكنيسة ولا يقدم عليهم لكنه ماذا فعل أمر جنوده فجمعوا أخشاب المنازل جميعها ووضعها كوما كبيرا فوق الكنيسة وأحرقها وغادر المهم اجتمع المسلمون في مسجد حمص الذي كان ربع ما هو عليه الآن وخالد معهم ولا أحد يعرف ما الأمر سوى ثلاثة الأول الأمير أبو عبيدة والثاني صاحب البريد الذي حمل رسالة عمر أما الثالث فهو ثقة الخليفة ومراقب التنفيذ بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظم المجلس وانتظر الناس كلام الأمير ليخبرهم عن سبب هذا الاجتماع لكن أبو عبيدة لم يتكلم لشدة حرجه ولما أطال السكوت قام رجل البريد وتوجه إلى خالد وقال يا خالد أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة الإصابة هي الغنائم التي يصيبها الجند والغنائم هي لبيت المال الجند لهم حصة منا معروفة فتعجب خالد ولم يحر جوابا فقد فاجأه السؤال تماما وألح البريدي عليه بالسؤال وطالبه بالجواب لكن خالدا لم يجب وأبو عبيدة ساكت فهو من جهة أمام أمر الخليفة الذي لا يمكن رده ولا درءه ومن جهة أخرى أمام رفيق دربه وصانع انتصارات المسلمين كان قلب أبو عبيدة يتمزق بين الجانبين وهو الذي يحمل أرق قلب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قام بلال الذي كان قبل الإسلام عبدا في قريش وكان خالد من ساداتها فتوجه بلال نحو خالد ونزع عمامته وهذا من أكبر الإهانات وفق أعراف العرب ولم يكتفي بلال بذلك بل عقله بها ربطوا وفق أوامر عمر عمر هكذا أمر هل اكتفى بله؟ لا ليته اكتفى بما فعل بل وقف فوق رأس خالد يصيح وكأنه يؤذن يا خالد أمن مالك أم من إصابة؟ يا الله ما الذي حدث؟ ما الذي تغير بهؤلاء الرجال؟ العبد العبد ينزع عمامة السيد وأي سيد؟ إنه بطل الجاهلية والإسلام قاهر الفرس والروم الأمير القائد المنتصر الذي لو وقف لو وقف معه كل المقاتلين ولو انتفض لن تفضوا معه لكنه لم يفعل وعلى الأرجح لم يخطر بباله هذا بل قال بكل هدوب إنها من مالي لم يكذبه أحد ولم يطالب بإثبات ولم تشكل لجان تحقيق ما الذي أصاب الجميع؟ ما الذي غير الجميع؟ إنه الإسلام إنهم رجال الإسلام إنها أخلاق الإسلام عندما قال خالد إنها من ماله فكه بلال وأعاد تعميمه بيده وقال أبو عبيدة معتزرا ما كان باختياري ولا بإرادتي يا خالد انتهت المسائلة وبقي خالد في حمص لكنه كان متحيرا لا يدري أم عزول هو عن قيادة الجبهة؟ أم غير معزول؟ ولم يسأل أبو عبيدة حتى لا يحرجه؟ وأبو عبيدة لم يخبره بعزله حتى لا يسوءه إلى أن جاء الأمر من ولي الأمر فقد كتب عمر إلى خالد ليقدم عليه في المدينة ولأن خالد لم يستطع أن يقدر ما سيكون عليه أمره في المدينة مع عمر ذهب إلى قنسرين حيث أنهى أعماله وارتحل بأهله إلى حمص ثم قصد الخليفة عمر في المدينة هناك تحقق عمر من خالد شخصيا حول كل ما سمعه عنه وبين خالد كل شيء فقال عمر يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ولن تعتبني بعد اليوم على شيء رغم ذلك الإشاعات أخذت تسري في المدينة ويتقول المتقولون وانتشر ذلك إلى الأمصار فخاف عمر الفتنة أو أن يكون قد أساء إلى خالد بغير وجه حق فكتب إلى الأمصار إني لم أعزل خالداً عن صخطة ولا خيانة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه فأحببت أن يعرفوا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة وللحقيقة فإن هذا أكبر ثناء يحصل عليه رجل من الخليفة عمر فهذا هو يضع نزاهة خالد فوق كل الشكوك ويعترف بعظيم إنجازاته التي وصلت إلى حد افتتان الناس بها حياة خالد في حمصة بعد أن أنهى عمر بن الخطاب مساءلة خالد اعتبر أن الأمر قد سوية فقد أحق الحق ولم يبغي إلا وجه الله ومصلحة المسلمين ويبدو أن خالد لم يطل الإقامة بعدها في المدينة فقد غادرها متوجها إلى حمص حيث ترك أهله فيها فقد اختار خالد الإقامة في حمص لأنها كانت ثغر المسلمين ومنطلق غزواتهم نحو الروم وعد إقامته فيها نوعا من الجهاد ولكن لماذا لم يقم خالد بن الوليد في دار داخل المدينة وسكن في الدار التي ابتناها في ضيعة تبعد عن أسوار حمص الشمالية حوالي ميل واحد في الحقيقة اختار ذلك وفقا لطبيعة العالي الذي اختاره لنفسه فقد حبس خيلا وسلاحا يمد بها المجاهدين فالخيول التي يربيها للجهاد تحتاج أرض واسعة للتدريب في عام 18 للهجرة اشتاح طاعون عمواس وعمواس بلد جنوب سوريا اشتاح طاعون عمواس بلاد الشام وعصف بجيش العرب وكان القائد العام أبي عبيدة من ضحاياه وقد استخلف قبل وفاته عياد بن غنم على الجيش وعلى حمص ولا نعرف إن كان عياد قد حاول اصطحاب خالد في غزواته وقيل أنه شاركوا فيها وقيل أيضا أن خالد لم يسر تحت اليواء أحد قط بعد أبي عبيدة وأنه لزم حمص حتى توفي بها وهو الأصح على ما نعتقد إنها أربع سنوات طويلة شديدة المرارة أمضها خالد بعد عزله حيث لم يعد يملك إلا زكرياته عن أيام بطولة سابقة بينما كان رفاق المعارك يقاتلون بعيدا كان هو جالس يعد لهم الخيل والسلاح ومما زاد الأمور سوءا على خالد أن الطاعون كان قد قضى على عدد كبير من أصحابه وأهل بيته فبعد الجيوش والكتائب التي كانت حوله لم يبق له إلا مولاه همام كما أن أموره المادية لم تكن على ما يرام ففي عام خمستعش حجرية عندما صنف الخليفة عمر أصحاب العطاء كان عطاء خالد سلاسة آلاف درهم فقط وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لقائد بشهرة خالد وكرمه الخليفة أبو بكر سوى بين الناس في العطاء كل الناس تأخذ مثل بعضها بينما حدد عمر العطاء وفق أولويات الأولوية الأولى القرابة من رسول الله آل بيته أولا زوجاته أولا ثم بني هاشل هؤلاء آل بيته ثم السابقين في الإسلام هذه قواعد عمر هكذا فهم الإسلام هذا العطاء القليل الذي كان من نصيب خالد جعله يعيش في حالة أقرب إلى الفقر وهو الذي وصلت إلى يديه سروات طائلة ولولا صفة الكرم الشديد التي رافقته من جبابه لكان من أغنى أغنياء عصره فمن المعروف أن كثير من الصحابة كانوا فاحشي السراء منهم مثلا الصحابي سعد بن أبي وقاص الذي اشترى أراضي واسعة حول المدينة وبنى قصرا كبيراً والصحابي عبد الرحمن بن عوف الذي كان لا يلبس إلا الحرير ولما لبسه خالد بن الوليد في زمن أبي بكر قال له عمر حريراً تلبس يا خالد قال وهذا ابن عوف يلبسه قال أو تحسب نفسك مثل ابن عوف طبعاً مقياس عمر نعرفه هو السابق للإسلام وهو حضور المشاهد مع رسول الله وهو ما قدم كل شخص للإسلام كل ذلك ضيق ذات اليد وعزله عن الجهاد أتلف روح خالد قبل أن يتلف جسده ولما نزل به المرض أوصى أن تبقى الخيول والأسلحة وقفاً للمجاهدين وقف وفي عام 21 هجرية 642 للميلاد لاقى خالد بن الوليد وجه ربه في حمص وله من العمر ستون سنة مات خالد على فراشه مكره وهو الذي طالما طلب الموت على صهوة جواده على صهوة جواده وهو يجاهد في سبيل الله وقد أخبر من غسله إنما قاله عن إصابات جسده صحيح فما فيه مصح ما بين ضربة سيف أو طحنة برمح أو رمية بسام هكذا انتهت حياة واحد من أنجح قادة المسلمين هذا الرجل الضخم عريض المنكبين ذو العينين الحادتين والذي تشوبه حمرة كان يعتمر أشهر عمامة في زمانه عمامة كان لها فعل السحر في تجيح المقاتلين واندفاعهم وإرهاب الأعداء وخوفهم والتي كانت علامة النصر للمسلمين ففيها وضع خالد قصاصة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بها ومع أن خالدا كبشر قد مات لكن ذكره بقي خالدا كإحدى المعجزات فكان اسما على مسمى وإن تسألنا الآن عن سبب اختيار خالد لمدينة حمص لقضاء أيامه الأخيرة فيها بعد انتصاراته على الروم وتحرير الشام نجد أن هناك عدة أسباب أهمها واحد أنه أراد أن يبعد عن المدينة المنورة بعد عزلة لعدم رخبته بالتعرض لنظرات الشامتين أو كلمات المشفقين كانت حمص وقتها عاصمة الثغور الشامية وجندها جند الحرب وهي أدنى الأجناد لأرض الروم وخالد لا يستطيع فتاكا من أن يكون في الحرب أو قريبا منها كانت حمص المركز الإداري لأبي عبيدة وهو الصديق الوحيد والذي كان أكثر من يحب خالدا وأكثر من يحبهم خالد أربعة وجود عدد كبير من الصحابة يحلون في مدينة حمص كان من المفروض أن أنهي هنا لكن لدي مقطع صغير أضفته بناء على طلب الأخ أبو عامر وهو حول أبناء خالد بن الوليد وأسرته ربما كان جزء كبير من معاناة خالد في أواخر أيامه بسبب الموت الذي تعقب أولاده وأهلا ففقد منهم أربعين في طاعون عمواس يضاف إليهم أعز أصحابه ففيه مات أبو عبيدة كما مر معنا وشرحبيل بن حسنة وضرار بن الأزور وقد عرفنا من أسرة خالد زوجته فضاء التي أقامت معه في الحمص ودفنت فيها وهي التي رافقته إلى قنسرين كانت له زوجة أخرى معروفة أو أنها انتقلت إليها بعد موت خالد أما أبنائه الذكور فكانوا ثلاثة الأكبر هو سليمان بن خالد الذي أجمعت المصادر على تكنيته به وقد استشهد سليمان في أواخر حملة عمر بن العاص على مصر والثاني هو المهاجر بن خالد الذي لازم علي بن أبي طالب واستشهد وهو يقاتل معه في صفين وكان للمهاجر بن خالد ابن اسمه خالد وكان خالد هذا هاشمي المذهب على رأي أبي أما أشهر أبناء خالد بن الوليد فهو بلا شك عبد الرحمن بن خالد الذي كان قائد كردوس في جناح أبي عبيد بن الجراح أثناء معركة اليرموك وبعد موت أبي خالد استمرت إقامته في حمص وما لا إلى معاوية وشهد معه صفين نلاحظ هنا أخوين من أبناء خالد كل في طرف يقاتل هكذا كان أمر العرب ولا زال حتى الآن كان عبد الرحمن يتولى جند حمص لمعاوية بن أبي سفيان وهو أكبر أجناد الشام وأخطرها تولاه من سن 26 هجرية إلى سن 46 في الحقيقة من أفضل الأيام وأكثرها مجداً لحمص هي تلك الفترة وما قبلها بقليل وتحتاج لوقفة معها فهي موفلة تماماً مع أهميتها القصوى اشتهر عبد الرحمن بن خالد بالشجاعة وهي أهم الخصال التي ورثها عن أبيه لذلك كان معاوية يوليه الصوائف وفي كثير من الأحيان كان هو قائد الشواتي الصوائف هي قوات غزو الروم في الصيف والشواتي هي قوات غزو الروم في الشتاء كان لكل منهما جنود خاصة ولكل منهما معدات خاصة واستعدادات خاصة عظم شأن عبد الرحمن في الشام ومال الناس إليه لما كان عندهم من آثار أبيه خالد ولغنائه عن المسلمين في أرض الروم وبأسه وذكر أنه مع شجاعة ومواهبه القتالية كان تقياً زاهداً ناسكاً ويقال أن معاوية بن أبي سفيان خشي منه على نفسه لميل أهل الشام إليه وأنه لما أراد أن يولي ابنه يزيد سأل أهل الشام من ترون أني مستخلف عليكم فقالوا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسكت معاوية وأضمرها وتقول الروايات أن معاوية دس إلى عبد الرحمن طبيبه ابن آثال فسقاه سماً فمات بحمص عام 46 هجري ودفن عبد الرحمن بجانب قبر والده خالد بن الوليد وضريحه قائم معروف حتى الآن ويذكر أن خالد بن المهاجر ابن خالد هو من قتل ابن آثال ثقراً لعمه وخالد هذا كان آخر من عاش من ذرية ابن الوليد وبموته انقرض نسل خالد فلم يبقى منهم أحدا ومع أن عقاب خالد بن الوليد قد انقرضوا فإن عظمة شخصيته وجليل أعماله أتاح له خلوداً لم يتاح للكثيرين ممن ضربت ذراريهم في الأرض فبخالد جسد الناس كل بطولات العرب ومما يذكر عن سلاطين المماليك وأمرائهم أنهم كانوا ينطلقون بحملاتهم من القاهرة أو دمشق وراياتهم ملفوفة حتى يصلون إلى ضريح خالد بن الوليد فيفتحونها عنده تيمناً به وكان أول من استنى هذه السنة منهم هو السلطان الظاهر بيبرس فقد زار الضريح عندما كان في طريقه لغزو مملكة الأرمن ولما من الله عليه بفتح مؤذر وسوى عاصمتهم سيس بالتراب في الحقيقة قد يقول قائل الآن أن هذا عمل متوحش أن يقوم قائد بتسويت مدينة كبيرة كالعاصمة سيس بالتراب لكن الظاهر كان محقاً تماماً في هدمها وإنهاء أمر الأرمن إلى الأبد فقد أنهى بذلك طول معاناة المسلمين منهم لقد كانوا شوكة في خاصرة المسلمين قاتلوا مع كل غازي يغزو بلاد المسلمين في مع هولاكو على حلب كان ملكهم هيثوم في كتيبة فعل هذا الملك وكتيبته في حلب ما لم يفعله التتار فيها والغريب أن أهل سيس بعد هدمها اختار معظمهم سكن بلاد سلطنة المماليك في مصر والشام وكان يطلق على أي منهم لقب سيسي نسبة لمدينتهم المهدومة سيسي لما عاد الظاهر من غزوته مر بضريح خالد بن الوليد وصلى عنده وأمر أن يقوم بناء على الضريح وهذا البناء الذي قام هو مسجد بقي قائما حتى تم هدمه عند بناء الجامع الحالي في أواخر العهد العثماني ولاختيار خالد بن الوليد حمص لإقامته الأخيرة فقد نصبته المدينة حاميا ورمزا لها فاشتهرت به حمص حتى تغى اسمه على اسمها وأصبحت مدينة بن الوليد وفي حمص وحدها تسمية خاصة له فالحماصنة لا يذكرون اسمه مجردا بل يسبقونه بكلمة سيدي التي يلفظونها بالمنطوق الحمص الجميل سيدي خالب ختاما هذا مبلغ علمي وفوق كل ذي علم عليم وأقدم اعتذاري عن كل نقص أو سقص أو سقص ما أنا إلا بشر والكمال لله وحده أجدد شكري على هذا اللقاء الطيب لإدارة البيت الحمصي والسلام عليكم